بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر وان بارت وان انتروداكشن بنتكلم هنا على الابجيكتفز بتاعة الكورس اللي هو خرصانة مسلحة اتنين فبنقول at the end of this course the student should be able to يكتسب مجموعة من المهارات number one understand and know the series for design of reinforced concrete structures لان احنا عندنا نظريات تصميم مختلفة زي ultimate strengths او limited states فبنهاية الكورس ان شاء الله الطالب هيبقى عارف اي واحد فيكم يبقى عارف الفرق بين كل طريقة والassumptions بتاعت كل طريقة في الdesign number two gain the skills for design of reinforced concrete columns and beams ان احنا عايزين نعرف ايه هي الprocedures بتاعة الdesign بتاعة الكولمز واحنا هنا عندنا ان شاء الله نوعين من الكولمز اللي هما short column under axial load plus bending moment النوع التاني اللي هو long columns او slender columns الكولمز اللي بيحصل عليها buckling برضو عايزين نشوف الdesign بتاع الcontinuous beams يعني نبدأ نشوف الbeams ديه هي الbehavior بتاحها عندر السيرفيس لوتز وبعد كده بنحسب المومنت ازاي وبنختار السكيشن بتاعتنا بطريقة معينة وايه هي خطوات الdesign وبعد كده بنبدأ نعمل اللي هي اللي هي بنتعرض لانواع الفريمز اللي عندي هي ايه الاشكال بتاعتها سواء كان two hinged او fixed fixed او one bay frame زي الحالة ديه او two bay frame او multi story frame بالشكل دوت ونبدأ نشوف مراحل الاناليسيز وازاي الفريم دوت بيتحل بداية من السقف اللي عندي اللي هو الاسلاب والsecondary beams وبعد كده الجردر والcolumns وخطوات الحسابات والرسومات الانشاية number four know the different types of slab systems احنا في خرصانة واحد تعرضنا الى solid slab او the one way solid slab هنا بنتعرض الى انواع مختلفة من الاسلاب زي الholo block slabs او the flat slabs وكل نوع او كل system ديه طريقة مختلفة في الديزاين والمبررات بتاعت استخدام يعني امتى نستخدم الholo block slab او the flat slabs number five gain the skills for design of different types of reinforced concrete slabs اللي هي في انواع تانية غير الholo block وكل flat slabs بنتكلم على البانلد بيمز بالذات ازاي بنشتغل عليها والsystem بتاعها لان السيستم بتاعها مختلف totally عن الholo block وكل flat slab علشان كده عطيناها في ايتم منفصلة ترجمة نانسي قنقر